ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الأدوات اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر ان انت تستخدميه للموبايل او تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الموعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداء اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطايف وتقدر يتحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدر ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوعب معاك تقريبا حوالي عشر علاج بتقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على سحب الهواء من مختلف اكاس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا طبعا الطريقة دي بتساعدنا ان احنا نحافظ على مختلف الاكلات اللي بتبقى موجودة عندنا لاطول فترة ممكنة جوه التلاجة او برا التلاجة على حسب طبعا الحاجة اللي احنا عاوزين ننظمها في الاكاس دي واستخدام الجهاز ده بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه من بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مختلف انواع الزيوت او السوسات وهو بياخد معاك تقريبا نصف لتر من اي نوع زيت او سوس انت عاوز تنظمي بيه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفكهة تقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع العصير الطبيعي من الخضار او الفكهة بكل سهولة في البيت بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن 3 ادوار تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل اسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الحصيرة المصنوعة من السيليكون تقدر ان انت تصف عليها الاطباق ومختلف ادوات المطبخ بعد ما تخسليها وهي طبعا بيكون عندها كدرة عالية جدا في امتصاص اي سوائل بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله وتسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة او الكطعة اللي بتساعدك ان انت تنظفي وتقطعي الخضار اللي عندك زي الفلفل او الكوسة او البتنجان بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطبعا بيساعدك جدا في عميل المحشي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنشر المتحرك طبعا تقدر ان انت يتخديه معاك في اي مكان وتثبتيه على الجدار او على الشباك بكل سهولة وتقدر ان انت يتنشر عليه البطاطين الكبيرة وطبعا هو بيستحمل معاك لو هتنشر عليه اي حاجة بتكون تقيلة وتقدر ان انت تخرجيه برا الشباك اكنك منشره على بلكونة وتنشر عليه الهدوم او اي حاجة تانية انت عاوزيها وهنا معانا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نشيل الامعة او البزر اللي في الفكهة او الخدار يعني تقدر ان انت تنظفي بيه الخدار او الفكهة بطريقة سهلة جدا زي ما ظاهر قدامك دلوقت من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا اداة لصنع الزلابية او السنبوسة او مختلف انواع الفطائر طريقة استخدامها سهلة جدا وبتديك احجام متساوية للعجينة اللي انت عاوزة تعمليها وفي نفس الوقت تقدر تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عامدنا القطاعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الرخامة وتقطع عليها كل الخضار او كل اللحوم او الصلطة او اي حاجة انت عاوزيها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الروبيت الزكي وهو عبارة عن مكنسة كهربائية زكية بتساعدك ان هي تنظف لك كل الاسطوح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة وغير كده ان هي تقدر تشيل وتنظف كل الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات وتقدر ان انت تتحكم فيها من خلال الموبايل بتاعك بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممسحة الجميلة دي وهي طبعا بييجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك ان انت تنظفيها وتعصريها من كل المية ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممسحة دي بتكون مرينة جدا وبتساعدك ان انت تنظفي تحت السرير والكنب بعد كده معانا منظم الاحذية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظم بيه مختلف الاحذية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من قرفه في التنظيم وهي تتيجي بألوان واشكال مختلفة كتير تقدر ان انت تثبتيها عندك على اقدار الحمام وتنظم عليها مختلف الادوات الشخصية زي الشمهات او الكريمات او العطور وكمان طبعا تقدر ان انت تثبتيها على اقدار المبخ وتنظم عليها التوابل او الزيوت او السوسات بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الاداة 3 في 1 المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة او الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطع البطيخ او الشمام لكذا شكل زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر من خلالها تشيلي كل الوبر من على الهدوم او الكنب بكل سهولة وطريقة تنظفها سهلة جدا زي ما انت شايف كده معايا من خلال الفيديو بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على انتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهتشوف معايا من خلال الفيديو ده بعض الطرق اللي تقدري من خلالها تستفيدي من الفوطة دي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معايا اداة بتساعدك ان ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة وطبعا بيجي متوفر معايا كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان ان انت تثبتي الشكل اللي انت عاوزاه وبعد كده تبدأ تقطعي من خلالها الكوسة او الجزر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزاها طبعا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعالي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عامل الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات اصيبكم في رعاية اللي اشتركوا في القناة